اه مرده ان شاء الله بازن الله المحاضرة الاخيرة في المراجعات بتاعتنا اه هنعمل مراجعة مهاردة على اساسيات الكمبيوتر كنا اخذنا مع بعض اه الميديولات شرحناها كنا شرحنا اساسيات الكمبيوتر اخذنا اساسيات الانترنت وتكنولوجيا المعلومات كنا اخذنا برضو اسيات امن المعلومات المعلم اللي هو الجزء النظر السعود فيه اه كنا اخذنا اللي هو التعاون عبر الانترنت واخذنا اخذنا اللي هو الورد والبار بوينت والاكسل والاكسس واخذنا البريل الالكتروني وعملنا مراجعات على البرامج ان شاء الله بازن الله النهاردة هنعمل مراجعة على اساسيات الكمبيوتر اعمل مراجعات على اه اساسيات الكمبيوتر وبالاخص وندوز عشرة اه دايما طبعا اولو بفتح اه وندوز عشرة بتظهر معي او سطح المكتب بالشكل دي فاي حاجة موجودة على سطح المكتب فانا بسميها يعني كل ده اسمه طيب اللي شايفينه عامل زي شكل الكتاب ده اسمه او مجلد اما ايه الملفات التشغيل دي اسمها او ملف طيب اقدر احط بداخل المجلد ملفات اه لكن ما اقدرش احط بداخل الملفات مجلدات طيب عندي كليكي مين وكليكي شمال الفرق ما بين كليكي مين وكليكي شمال ايه كليكي مين بيظهر معي الخيارات بتاعتي وكليكي شمال بيحدد كليكي شمال بيحدد بالشكل ده تعالوا دقوا مع بعض على كليكي مين اول ما اضغط كليكي مين على سطح المكتب ظهر معي قائمة بالشكل دي اول امر اسمه اللي هو عرض عندك اول الثلاث اوامر في اللي هو يعني ايكونات كبيرة بالشكل ده اهو ايكونات متوسطة ايكونات صغيرة يبقى متحكمة في ايه متحكمة في تكبير وتصغير ايكونات سطح المكتب سواء كان او ايكونات سطح المكتب سواء كان تعلمت الصح من عليها فخفى لي ايكونات سطح المكتب بالشكل دي اظهرتان الايكونات ازاي كليكي مين على سطح المكتب بعد كده بعد كده اروح اعلم علامة صحة على كليكي مين على سطح المكتب عندي حاشتين حاجة اسمها الاو تو الرينج ايكون والاو تو الرينج ايكون بيعمل بيحافظ على الترتيب الطرقائي يعني تعالوا كده نحرك الايكون دي بتتحرك معي ولا لأ في اي مكان اهو بتتحرك حركة ازاي كليكي شمال واسحب كليكي شمال واسحب معنا كده ان هي بتتحرك معي لكن تعالوا نعلم علامة صحة على الاو تو الرينج ايكون مهما تحرك مش عايز تحرك معي ليه علشان انا محافظ على الترتيب ما بين الايكونات نحافظ على الترتيب ما بين الايكونات طيب بيحافظ على المحازاء المسافات ما بين كل ايكون والتانية تعالوا كده نشيل الايكون دي نحطها في النص تحطد حطها في النص تحطد معنا كده حتى المسافات ما بين كل ايكون والتانية ما عملش محافظة عليها. احافظ عليها ازاي? اروح اعلم علامة صح على حاجة اسمها ايه? ايه? ايه. بيعمل لي ترتيب الايكونات سطح المكتب لو عايز ارتبع على حسب الاسم على حسب الحجم على حسب نوع الملف على حسب تاريخ التحديث. ده بيرتب معي ايكونات سطح المكتب. بيعمل لي تحديث زي ما انتم عارفين. اما لو حبيتنا انا انشئ جديد من واختار واسميه بالاسم اللي انا عايزه. عايز انشئ ملف نفس القصة من بعد كده اختار الملف اللي انا عايز انشئه سواء كان او اكسس او او اكسل. شوف الملف اللي انت عايز تنشئه. طيب انشاء المجلد اختصارتها مع شفت مع ان. مع شفت مع ان. طيب. عندك حاجة اسمها او اعدادات الشاشة. بيتفتح معي اعدادات الشاشة بالشكل دي. اهو. هنا اول حاجة بيقول لك اتشينج زا سايز وف تيكست اللي هو تغيير حجم النصوص والتطبيقات والملفات الاخرى. لما اجي اختار مية خمسة وسبعين بصة اللي حصل. حجم الظهور للكلام بيكبير. مية بيكي صغير. بس انا هختار المية خمسة وعشرين في المية علشان قال لي يعني موصة بها. موصة بها معناه ان هو من الافضل انك تختار اللي هي الدقة ومحدش يلعب فيها. محدش يلعب في الدقة. ببعض الاجهزة بتغير الدقة عشان ترجحها صعب ترجحها. بتاخد وقت عشان تعرف ترجحها تاني. كل جهاز بكل دقة معينة غير الجهاز التاني. دقة اللي هي الظهور بتاع الكلام. طيب اتجاه العرض. يعني ايه? اتجاه العرض. الشاشة نفسها معروضة معروضة افقية. لو اخترت بورتريت هتعرضت بالشكل دي. بجد رأسية. انا لو دست على هرجحها لي زي ما كانت. لكن لو دست على معانا انا حفظت التغيرات اللي انا عملتها. هنا بيعد سواء الحد ما خلصت. خلص نحن. وده بالنسبة ايه? لاعدادات الشاشة. طيب. حلو خلص. جيت ضغط كليب يمين على الدسكوتوب وقلت له حاجة اسمها او تخصيص. او تخصيص. من خلال ممكن اعمل كزا حاجة. اغير الخلفية بتاعت سطح المكتب من فين? من البيجراوند. وهروح عند البيجراوند عند تلات اختيارات. يا اما يا اما يا اما بختار صورة واحدة بس احطها خلفية بسطح المكتب. طب لو روحت على براويس بختار صورة من الجهاز عندي. تختار صورة من الجهاز وتقول له بعد كده ايه? اختيار الصورة. طيب لو عايز اخليها لون سادة. وبختار اللون السادة اللي انا عايز اهو. وخلوه لعلى سطح المكتب. طيب لو عايز مجموعة صور يبدل ما بين الصور دية. يعني من الصورة واحدة. يعني كل خمس دجايج يجيب له صورة. اللي هي معناها شاشة عرض. كل تلاتين دجاجة هيغير ما بين الصور. حاجة اسمها تغيير الصورة كل قد ايه? تغيير الصورة كل قد ايه? فانت بتحدد المدة اللي عايز تغير فيها. طيب. فانا اخليها عادي زي ما هي. عندك بعد كده حاجة اسمها اللي هو لون النظام. اولا لما لما نجي نفتح او نفتح بص اللي بحصل. شاشة الظهور بتكون باللون الازرج. اهو. اللون الازرج. لما اكون فاتح ملف من تحت العلامة اللي ظاهرة باللون الازرج. طب رحت على ورحت اخترت مسلا لون زي ده. شايفين اتغير ازاي? اهو. حتى شكل الدخول. اتغير معي. بيغير معي لون النظام. بيغير معي لون النظام. وعندك حاجة اسمها اتختار المود اللي هتشتغل عليه هقول له ايه? ده المود اللي بتاعي جهاز اللي هتشغل عليها. المود بتاعي او مزلم. لا انا مش عايزه دارك ولا مزلم انا عايزه مضيب. عندك حاجة بعد كده اسمها او شاشة التوقف. يعني انا لو سفت الجهاز فترة يعمل لشاشة الواحدة. في حاجة من تحت اسمها ايه? اعدادات شاشة التوقف. سكرين سيفر سيتنج. هدوس عليها. وهختار من هنا الشاشة اللي انا عايزها. يعني مسلا لو سفت الجهاز لمدة عشر دجاج اهو. انا هخليها خمسة. وقل له ابلاي. ايه كده اوكي. وبعنى كده لو سفت الجهاز لمدة خمس دجاج ديه الشاشة اللي تزهر. او ديه الشاشة اللي هتزهر. او ديه الشاشة اللي هتزهر. يبقى معنى من كده ان من سكرين سيفر هنا باختار شاشة التوقف. عايزك بعدها. خمس دقائق ديه الشاشة اللي تزهر معايا. طيب. عندك بعد كده حيسمها السمز. دي بتاعة الكمبيوتر. نموزج بتاع الكمبيوتر. ده السمز. طيب لو انا الايكونات الاساسية اللي عنده من الظهرة. وعايز اظهرها. اظهرها ازاي? بروح على حاجة اسمها ديسكوتوب ايكون سيتنج. اللي هو اعدادات ايكونات سطح المكتب وهدوس عليه. والحاجة اللي هي متعلم عليها علامة صح هتلاقيها زهرة على سطح المكتب. اما الحاجة اللي مش متعلم عليها علامة صح مش هتلاقيها موجودة على سطح المكتب. هتأكد ان هي موجودة على سطح المكتب ازاي ان هو معلم عليها علامة صح. طيب لو عايز اغير شكلها بتحدد الحاجة اللي عايز تغير شكلها وتقول له تغيير الايكونة. تقول له ايه? او تغيير الايكون. طيب. اول ما اقول له اروح اختار من هنا الايكونة اللي انا عايزها. اختار من هنا الايكونة اللي انا عايزها. او شكل الايكون. اقول له كده. يا كده اتغيرت اه. لو عايز اربجيحها لشكلها الاساسي. احددها اقول له ايه استعادة الشكل الافتراضي او الاساسي. طيب لو رحت على حاجة اسمها اولا احنا لما نكون شغالين فجهاز بيهنك معي. فالموس يكون ظاهر ازاي? شكل الموس نفسه. الموس ادي الشكل اللي بتاعه. لما يكون في حاجة بيحملها. ايه شكل الظهور بتاع الموس? يكون شكله ازاي? طيب البوتن دي اللي هي السرعة بتاعت الموس بتاعتك. سرعة الموس من هنا. دي هي سرعة الموس بتاعك. طيب البونتير اوبشن لو عايز اعمل دابل كيت للمؤشر بتاعي اهو. بيها اسمها باونتير. هبس عليها. انا بعمل زي او تكرار لمؤشر الموس بتاعي. طيب. حلوه خالص لحد الوقت. عندك بعد كده الفونت. الفونت دي الخطوط اللي انت معرفها على جهاز الكمبيوتر عندك. اه عايز انزل الخطوط تانية وتنزلها من هنا اكتب نوع فط. دي كلها خطوط موجودة عندك. بشكل ده كلها خطوط. طيب. عندك بعد كده حيسمها استارت وتسكبر. اعدادات قائمة استارت. اولا لو جينا بصينا. هل في قائمة استارت لما ايجي هدوس عليها في قائمة ظهر هنا بالتطبيقات اه. بيزهر لك قائمة بالتطبيقات. هنا ده اكتر تطبيقات انت استخدمتها. وهتنزل تحت بيرتب لك التطبيقات ترتيب اب جديد. ترتيب اب جديد. طيب. جيت هنا في كلمة اسمها شو اب لست ان استارت من اه مينيو. شو اب لست ان استارت مينيو. يعني ازهار قائمة بالتطبيقات في قائمة استارت زي ما هو عامل كده. نخليها اوف. بص اللي حصل. شل القائمة اللي كنت موجود. هزهرها تاني ازاي خليه ايه? طيب. عندك بعد كده حاجة اسمها اخر تطبيقات انت ضفتها على جهاز الكمبيوتر عايزها تظهر هنا ولا لا? ده اهو. دي اخر تطبيقات موجودة عندك ايه. لو مش عايزها خليها. طيب بقول لك اكتر تطبيقات انا استخدمتها زي كده. هيزهرها لك في جروب لوحد ولا لا? ابحل وخالص لحد الوقت. اول ما افتح قائمة استارت. هل قائمة استارت واخده معي الشاشة كلها ولا واخده جزء? واخده جزء صغير من قائمة استارت. خليها مسلا عندي استارت فل سكريم خليها اون. انا عايز قائمة استارت تاخد الشاشة كلها. السلة حصل. اخدت الشاشة كلها. ليه? علشان خليتها اون. فاخدت معي الشاشة كلها بالشكل. طيب هخليها اف. اخدت جزء صغير من الشاشة. بتاع بالنسبة لاعدادات استارت. طيب بعد كده التاس كبار. فين التاس كبار? يقصد بيه شريط المهام. الشريط اللي من تحت دي. ده اسمه التاس كبار. انا عايز احرك التاس كبار. مش عايز اتحرك معي. عندك اول الامر اسمه تزبيط او قفل التاس كبار. نعملها يعني معنا كده انا مقدرش احركه. طيب نخليه اف. وكليك شمال في اي مكان فاضي في التاس كبار واسحب. اهو بيتحرك. بيتحرك معك. لكن لو خليت اقون. مهما عملت مش هتحرك معك. مهما حاولت اتحرك مش هيحرك معك. طيب بيقول لك اوتوماتيك هايد زي تاس كبار ان ديس كتوب مود. فين التاس كبار اختفى? فين التاس كبار اختفى معي. ليه? لان انا مش واقف على التاس كبار. طالما واقف بعيد عنه مش هيزهر. طب لو قربت زهرها. ده اللي هو فين? اوتوماتيك هايد زهات تاس كبار. طيب عندك حاجة اسمها تاس كبار بوتين. شايفين الايقونات اللي انا مسبتها على التاس كبار? هخلي من يوز سمول تاس كبار بوتين هخليها قن. اللي حصل. خلى التطبيقات اللي انا مسبتها على التاس كبار صغيرة. بالشكل ده. خليها لي صغيرة. هاي. هتنزل تحت شوية. نقولنا بنحرك التاس كبار ازاي? قلنا بنحرك التاس كبار انا اروح افتح الافل من فوق. طيب في تحريك من التاس كبار لوكيشن مكان التاس كبار فين على الشاشة. تعالوا كده نختار اه. خلونا نحية اليسار. تعالوا نختار خلوه لي من فوق. تعالوا نختار نحية اليمين. خلوه لي من تحت. طيب. وخالص. اي حاجة فتحها من تحت. هل بيظهر لي الاسم التاحة? ولا لا? مش بيظهر الاسم. عندك حاجة اسمها الكمبين تاس كبار بوتين. تعالوا كده نختار هوين تاس كبار اسفل? اللي حصل? اي حاجة نفتحها كاتب لاسمها. تعالوا نفتح الورد. كتب اسمه جنبه. فانا مش عايز اظهر الاسم دي هقول له ايه? يعني دائما اخفيل العنوين. خفى ليك العنوين بشكله. جيت هنا في قائمة وعايز اسبت دي على التسكبار اسبت اي تطبيق ازاي كليك يمين عليه? كليك يمين عليه? واقول له ايه? كلمة معناها تثبيت. يعني تثبيت على شريط المهم. بس محدش يقول له انا هسبت مجلد. لأ. تطبيقات. ومش ملف. يعني مش ملف زي ده انا شغال عليه. ايه? انت بتثبت الملف الرئيسي. الرئيسي. هقول له من مور هقول له بن زا تسكبار او بن تو تسكبار يعني تثبيت على شريط المهام. اهو تثبت معي تحت. اشيل اي تطبيق ازاي من تحت كليك يمين عليه واقول له ايه? ان بن فوروم زا تسكبار يعني الغاه التثبيت من شريط المهام. يا اما كليك يمين عليه? وبدل ما اقول له بن هقول له ان بن. طيب عايزة تثبيته على قيمة يعني هنا داخل نفس القصة. بس ده هعمل له الغاه تثبيت من طيب. كليك يمين على الحاجة اللي عايزة تثبيته انا. بقول له بن تو ستارت. يعني تثبيت فيه قائمة ستارت. حلو خالص لحد دوقتي. تعالوا نضغط كليك يمين على التسكبار. لو عايز ادخل على اعدادات التسكبار هقول له ايه? التسكبار سيتن. فتح معي الاعدادات اللي احنا شرحناها من شوية. طب لو ضغطت كليك يمين وروح تشيلت علامة الصح من كلمة اسمها ده تسكبار احنا قلنا كلمة معناها قفل التسكبار. اول ما شيل علامة الصح من عليها والتعالوا حرك هيتحرك معي. اهو. نسبيتها تاني ازاي? روح اعلم عليها علامة صح. بقى اعلم عليها علامة صح علشان تتسبب معي. طيب. عندك هي اسمها التسكبار. مانجر. اللي هو مدير المهام. لو في تطبيق مهنك معي وعايز تقفلو تقفلو ازاي? عن طريق التسك مانجر. تروح على التسك مانجر اهو. وتحدد التطبيق اللي عايز تقفلو وتقول له ايه? انهاء المهمة. يا اما لو انا داخل جوة لعبة. تمام? او جوة حاجة معينة. فالتسكبار مع 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 هيفتح ليك برضو التسك مانجر. طب لو انا جاعت جوة وكليكي من عالتسكبار وقولت له هيوديك على سطح المكتب. هيوديك على سطح المكتب بس فتح لك اهو فتح. بيجي سؤال بيقولك لو انت فاتح برنامج ورد اعملي ليه تصغير او منميز او طي في التسكبار. الطي اللي انت هتخليه من تحت اهو. او انا خليته من تحت موجود بس هو مفتوح اصلا. اول ما دوس عليه تاني هيفتح معي. طيب. حلو خطس. انا لو عايز ادخل عزيز بسي. ليه اختصار? سرقة. كنترول مع اي. طيب داخل زيز بي سي وعايز اطلع بره زيز بي سي. هل كنترول مع اي? لا. مش كنترول مع اي. وندوز مع اي. في زرار في لوحة المفاتيح اللي هو علامة الوندوز. وندوز مع اي هيدخلك جوة زيز بي سي. طيب لو جاعت جوة زيز بي سي ودست على وندوز مع دي. هيطلعك على الدسكوتوب او سطح المكتب. يبقى مع مع كنترول مع دليل. بيظهر ليك الطاسكي منجر. طيب. كنترول مع شفت مع اي بينشيء لي مجلد جديد. وندوز مع اي بيدخل لي على زيز بي سي. اما لو جاعت جوة زيز بي سي وعز اطلع برة وندوز مع دي. هيطلع لي على الدسكوتوب او سطح المكتب. لو عايز احدد مجلدات بعيدة عن بعض كنترول. واحدد باقي المجلدات اللي انا عايزة. احدد كل كل المجلدات او الملفات اللي انا عايزة. ومشيلش ايدي من كنترول. اما لو عايز احدد ملفات ومجلدات جنب بعض. ومشيلش ايدي من شفت وروح احدد زي ما انا عايز. دي. نحن ضغطنا كليك يمين على وخالص وحاسمها اللي هي ادوات الشريط. اي حاجة باختارة من هنا هتلاقيها ظهرت معك تحت. وليكن على سبيل المسال او ظهر معك حاسمها دسكوتوب. اول ما ادوسه على السهم اللي جانب دسكوتوب. فتح ليه كل الحاجات الموجودة على الدسكوتوب او سطح المكتب. ارغيها ازاي تاني اشير من عليها علامة الصح. السيرش هي خاصة بايكونة البحس. البحس ده لو عايز ادور على برنامج داخل الجهاز. عايز ادور على حاجة معينة داخل الجهاز. او. مسلا عايز ادور على الورد بالشكل دي اهو. فاروح على البحس. ايكونة البحسة نفسها انا لو عايز اكفيها من السيرش اروح اعلم على هدن. طيب لو عايز ازرعها في شكل ايكونة. شو سيرش ايكون. اما لو عايز ازرعها في شكل صندوق اللي هو شو سيرش بوكس. فظهرت معك في شكل صندوق بحس. طيب. عندك شو تاسك بيو بيتم. بيظهر ليه كل التطبيقات. ده ظهرت معك تحت اول ما تدوس عليها. دي كل الحائز اللي انت فتحتها اليومين اللي باته. ده فتحته مسلا من ال sto ده فتحته امبارح. ده فتحته مسلا آآ ستة عشرين اربعة. ده فتحته آآ مسال ده تبع ستة عشرين اربعة. ده خمسة عشرين اربعة. بيديك التاريخ. فلو عايز ازر اكتر اقول له 책. فده بيقول لك الحاجات اللي انت فتحتها النهاردة وانبارح ومن يومين ماضه او من تلات ما هو اسمه اهو. الغيه ازاي? رح اشير علامة الصحية من عليها. اهو. ده لو عايز اضيب جهات الاتصال بتاعتي او الارقام اللي انا مسجلها على التليفون واعمل شهاد دردشة معهم عن طريق موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. بس سلم الظاهرة عشان انا مش ضايب حد. ارغيها ازاي? اشير علامة الصحية من عليها. طيب. اول ما ادوس عليها ظهرت علامة زي علامة العسف كده. جيتار. اول ما ادوس عليها هتلاقيه ظهر معك تطبيقات. زي اللي هي المفكرة. زي مسلا السناب او اللي هي اللي هي زي مسلا السكتش باد. اللي هي لو حبيت اشرح على حاجة معينة اهو انا وباشرح مسلا. بالشكل ده. اكتب ارسن. اعمل عايز اعمله. اهو. دي الوان وعايز ارون. وهكزا. دي الاستيكة. ده اللي هي ناس بتستخدمهم في الشرح. يعني نوت من خلالها بقدر اشرح. انا عايز اعمل لاحظ. ارغيها ازاي اشير علامة الصحة من عليها. لو عايز اظهر لوحة المفاتيح في التسكة بار اخفيها من فين? من شو تاتش كيبورد بوتن. شو تاتش كيبورد بوتن. طيب. لو انا فاتح ملفين عندي. رفز زي دي. ملف زي ده. انا فتحهم واقف عليهم واقف عليهم. هضغط كليكي مين على التسكة بار. اول ما اقول له حاجة اسمها شو وندوز سايد باي سايد. هيفتح لك الملفات جنب بعض. اهي. انا مش عايز ده. تعال كده نفتح ده. ونفتح الملف التاني. وروح اقول له انا عايزك شو وندوز سايد باي سايد. فتح لك الملفين تحت بعض بالشكلة. بس لازم اكون فتحهم. على الاقل اكون فتح الملفين. طيب لو قلت له شو وندوز سايد. برضو خلهم لي تحت بعض او جنب بعض. طيب لو قلت له كسكيد وندوز. خلهم لي منطبقين على بعض بالشكل ده. هدي في واحد فوق واحد تحت. واحد فوق واحد تحت. طيب لو كنت قافل الاتنين. هتلاقي الاوامر عندك مش متفاعل. يجب بتتفاعل امتى? بتتفاعل لما يكون عندي على اطل الملفين او اكتر. طيب. حلو خالص لحد دلوقتي. تعال ادخل عزيز بي سي. عندك فوق حاسمها فايل كمبيوتر فيو. فيو اللي هو طريقة العرض بتاعة او القطعة. طريقة العرض. بالشكل ده. هنا الصورة بايدة لو عايز ارتب او القطاع عندي. على حسب حاجة معينة. اهو. اما هنا اللي هو صورة الاشعارات اللي ظهر في الجنب. اخفيه اظهره من فيلم بين. ده لو عايز اعرف خصائص الجهاز روبارتز. عايز مسلا اغير اسم درايف معين. هقول له رينيم او 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 كليك يمين واختار رينيم او على التسنية. اه لو عايز ادخل على الاعدادات هقول له اوبن سيتنج. هيفتح معك الاعدادات. اه عايز اعرف برضو خصائص الجهاز بروبارتز. طيب. عايز الغي تزبيت لبرنامج من جزوره. فيش حد يقولي انا هعمل دليت على الملف او على البرنامج كده حزفته. لا. لازم تحزفه من الجزور بتاعته. اي واحد بيزرع شجرة لازم بيزرحها من تحت الارض. يعني ترمي بزرة في الارض والبزرة بتطلع او بيتنبت معك الشجرة الكبيرة. فالبزرة دي انت علشان تموت الشجرة لازم تشيل البزرة. نفس البرنامج علشان اشيله من خالص من الجهاز لازم اموت البزرة بتاعته. لازم اشيله من الجزور. قلقوا على حاجة اسمها انستول او اتشينج بروغرام. انستول او اتشينج بروغرام. طيب. فروتين هيزر معك تطبيقات اهو. ظهرت. استنى عليها شوية لحد نتحمل. اي تطبيق عايز اشيله احد التطبيق وروح اقول له ايه? انستول او الغاية تزبيت. بس. عشان الغي تطبيق من جزوره. لو عندي مجلد زي دي او عز اخت المجلد ده يكليك يمين او خصائص. هروح اعلم علامة صحة على بعد كده اقول له بعد كده اقول كده اوه هل هو اختفى خالص? لا هو ظاهر بس بنسبة بهتان. ليه? لما تدخل عزيز بي سي. وتروح على معلم علامة صحة على على معلم علامة صحة على طالما معلم علامة صحة على معناها ان الملف بتاعك ظاهر بس بنسبة بهتان. طيب في طريقة تانية اعرف ان الملف ظاهر بنسبة بهتان ولا لا? اه من واختار او او واروح على من فوق هتلاقي معلم على كلمة اسمها يعني هيعمل اظهار للملفات المخفية. طيب لا انا عايز اخفيه خالص اخفيه ازاي? اشيل علامة الصحة من او هروح على بعد كده هعلم علامة صحة على طيب اختفى اظهره تاني ازاي? هعلم علامة صحة على فالحاجات المختفية ظهرت. حلو. بعد ما ظهر بس ظهر بالنسبة بهتاني. عايز راتجعه زي ما كان تاني الاول. واروح اشيل علامة الصحة من اقول له بعد كده او كي او ظهر. طب لو عايز اخلي الملف ده للقراءة بس مسلا عشان ما اعدلش فيه. واروح اعلم علامة الصحة على ايه? يعني انت مش هتعدل ولا تغير فيه. هتقرأ بس. طيب. عندي ضغط عندي مجلد بالشكل ده يكليك كيمين ويه? ضغط على او فصائص. هيظر له خصائص الملف. هدي اسم الملف. وقادي نوعه. نوع بقول لك ايه? مكانه فين بالزبط? هتروح على بعد كده اليوزر. بعد كده لغة العصر. بعد كده هتلاقي فين في الدسكتوب. عندك حجم الملف. الاصلي. حجمه على سطح المكتب او القطاع. يعني المجلد ده بيحتوي على ايه? بيحتوي على مية خمسة وخمسين مية خمسة وخمسين ملف. وتلاتة وخمسين فولدر. هنا انا انشأته امتى? انا انشأت الملف ده امتى? حتى لو جيت ده عدية فهتلاقيه زهرت معاك حاجات تانية اهو. انشأته امتى بالزبط? امتى حدست عليه? امتى فتحته? امتى فتحته? امتى فتحته? اخر مرة. طيب الطيب بيقول لك اسمه مايكروسوفت وورد دوكومنت. طيب هتفتحه بايه? هتفتحه بالورد. اهو. وميديك هنا اسم الملف اللي انت مسميه. طيب عندي مجلد زي دي. وعايز اغير شكله يمين بتروع على اخر حاجة اسمها آخر حاجة عندك اسمها بعد كده تقول له ايه او تغيير الايكونة. وبتختار الشكل اللي انت عايزه مسلا. الشكل دي اقول له ايه? بعد كده ابل ايه? بعد كده ايه? ايه اللي حصل اهو? اتغير شكله. انا اتجعه زي ما كان ازاي من ايكون واقول له ايه? او استعادة الشكل الافتراضي او الشكل الاساسي. عاز اعرف خصائص آآ الجهاز بتاعي كليك يمين على زيس جي سي. واقول له ايه? او فصائص. او ظهر المعالج والرام اللي هو زاكات القراءة والكتابة والسيستم طيب اللي هو نوع النزام والنسخة او الاصدار بتاعك او هتلاقيه مكتب لك من تحت كلمة اسمها اللي هو الاصدار بتاعك اهو. طيب. لو عايز افتح الالة الحاسبة افتحها من فين من السيرش راح اكتب له ايه? وراح افتحها. دي الالة الحاسبة بتاعتي. لو عايز احولها الى قالة علمية من هنا من تلات خطوط بتاعت بعض واقول له ايه? قالة اللي هو الشكل الافتراضي ستاندرد. دي الالة الحاسبة بتاعتي عايز افتح الاجندة. هقول له. ايه اللي هي الاجندة. ودي الاجندة بتاعتي انا مش عايز ده هقول له طيب لو عايز افتح مسلا مفكرة يا اما هنختار او اكتب النوت اهي فتح مع المفكرة يا اما الاستيك نوت. وايه الفرق ما بين الاتنين? ان الاستيك نوت دي لو سبتها مفتوحة بالشكل دي وقفلت الجهاز هتبضل موجودة زي ما هي. عايز انتظركم بس يعني دون بس دي ايه. عايز افتح سمقولنا الفرق ما بين الاستيك نوت والنوت باد. ان النوت باد اه سواء قفلتها او سبتها مفتوحة تتقفل بمجرد ما قفل الجهاز. اما لو سبتها مفتوحة وروح تقفلت الجهاز وفتحته تاني هتلاقيها موجودة زي ما هي. تلاقيها موجودة زي ما هي. طيب اللي هو ده لو عايز اخد لقطة للشاشة من نيو. كده انا اخدت لقطة ليه. من هنا بتحدد الموت بتاعك. انا مش عايزها. طيب عندك بعد كده الرسام اللي هو اسمه البنت ده لو عايز افتحه واشتغل عليه. عندك الرسام سري دي او بنت سري دي. فدي كلها برامج ممكن تشتغلوا عليها. عالش آآ صواني كده ويكون معكم تاني. نكمل زي ما قلنا عندنا برامج زي آآ للحزبة والاجندة والرسام ورسام سري دي. وآآ المفكرة سواء كان موت بعد او وعندنا اللي هو اللي هو اللي بياخد لقطة للشاشة. وعندك برنامج اسمه اللي هو المنبه. هدي كلها برامج آآ بيلت ان ممكن تستخدمها تبع الجهاز لكن تقدرش تحزفها. لان هي اصلا بتكون نزلة مع جهاز الكمبيوتر او مع النسخة بتاعها. طيب. حلو خلص. آآ عندك بعد كده حاجة اسمها كنترول بنل او لوحة التحكم. من كنترول عندك بعض الاعدادات. حاجة اسمها بيو باي. طريقة العرض نفسها بتاعت كنترول بنل او لارج ايكون. اسمه الايكون كاتو جريب. حطل لك كل الادوات اللي بتعمل نفس الحاجة في جروب واحد. هنا لو رح تقول له على السيستم اند سيكوريتي وسيستم اند المينتنس اللي هو الامان والمينتنس اللي هي الصيانة. فقلت له السيكوريتي الامان بتاعك. بيقول لك الانترنت سيكوريتي سيتنج اعدادات الامان بالنسبة الانترنت اوكي يعني متفاعة. طيب اليوزر اكاونت كنترول التحكم في الحسابات الشخصية عملها ايه? اوف. طيب المينتنس او الصيانة. آآ هنا بيقول لك حاجة اسمها المشاكل اللي بتظهر معك على جهاز الكمبيوتر. يعني لو في فيروس يجيب لك رسالة طيب لو في مشكلة في اشعارات يجيب لك رسالة بها ولا في اي مشاكل عندك موجودة على الجهاز يجيب لك تقريب المشاكل. والقصة ان انا ببص بس على الاعدادات بتاعتهم. طيب لو قلت له ده بيجي عليها سؤال في الاختبار الدولي ايه وظيفة الجدار الناري او جدار الحماية حماية جهاز الكمبيوتر من عمليات الاختراق الداخلية. يعني لو حد بيحاول ان هو يخترقك الجدار الناري بيبين بالواجد. يعني الجدار كأنه حائط سد. وادي مسلا الكرة الارضية نفترض ان الكرة دي هي الجهاز بتاعك ونفترض من ناحية اليسار في فيروس عايز يدخل. فالفيروس بيمنع الحائط دي بيمنع الفيروس ان هو يعدي. علشان يوصل للجهاز. فالفيرول اللي هو الجدار اللي هو الحامل الجهاز الكمبيوتر. نجي معلم هتلاقي في علامتين صحي باللون الاخضر زخم. حاجة اسمها وبرايفيت نوتورك وحاجة اسمها البابليك نوتورك. يعني الشبكات الخاصة والشبكات العامة. اللي اتنين محميين عندي حتى هتنزل تحت في كلمة اسمها ايه? الويندوز فيندر فايروول. يعني انا فاتح الجدار الناري. كاتب لك اسم الشبكة اللي انا فاتح منها. دي اسم الشبكة. طيب لو قلت له سيستم فتح ليه خصائص جهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب لو قلت له بعد كده على تاني واحدة اللي هي اسمها النتورك اند انترنت. مش انا بعتذر من الناس? طيب اه زي ما قلنا هطفل بعد كده على النتورك اند انترنت اللي هي الشبكات والانترنت. وعندك حاجة اسمها النتورك اند شيرينج سنتر اللي هو الشبكة ومركز المشاركة اول ما تدوس عليها. فانا قال لك دي الشبكة اللي انت متصل بها. هيا. بابلك نتورك دي شبكة عامة مش خاصة. طيب الاكسس طيب نوع الاتصال انترنت طيب الاتصال بتاعك عبارة عن ايه? واي فاي واي فاي. يعني اتصال لاسلكي مش اتصال لاسلكي. الاتصال عندك لاسلكي وسلكي. الواي فاي اللي هو اللي هو الاتصال الهوائي. طيب انا كده معناه انا متصل. لكن لو جاب لي رسالة مسلا وعمل لي علامة اكس وكتب لي كلمة اسمها معناها ان انت غير متصل بالانترنت. طيب دي في قسيات الانترنت. عندك هنا في الاول خالص. حاجة اسمها دي يقصد بها الشاشة الافتتاحية بتاعة المتصفح. الشاشة الافتتاحية بتاعة المتصفح. اول ما افتح المتصفح ايه الشاشة اللي تظهر معايا? فانا لو فاتح مسلا كمسال فاتح اا متصفح مايكروسوفت. وفاتح انا اسف صفحة مايكروسوفت. وعايز اخلي الصفحة اللي انا واقف عليها دلوقتي هي الشاشة الافتتاحية هقول له يوس كورونت. اما لو عايز اخلي الشاشة الافتراضية بتاعة المتصفح هي الشاشة الافتتاحية زي جوجل. اول ما تدخل عليها. مسلا. دي الشاشة اللي تظهر قدامك. لو عايز اخلي دي هي الشاشة الافتتاحية افطر اما لو عايز استخدم شاشة تانية خالص ولا عايز استخدم الصفحة اللي انا واقف عليها دلوقتي ولا الصفحة الافتراضية هقول له عندك بعد كده حيسمها دليل. لو عايز احذف كلمات المرور الموجودة عندي يعني بمجرد ما هطلع من اي موقع من مواقع التواصل ومدخل كلمة مرور عايز احذفها اروح اعلم على منصح على باسورد واقول له دليت. اما لو عايز احذف الا استجيل بتاعي خليه منصح على واقول له دليت. اما اي حاجة بنزلها من الانترنت عايز اعمل لها اه حسر احدد ده يسر واقول له برضو دليت او حسر. طيب. لا بالنسبة لانترنت عندك بعد كده الهاردوير اند ساوند اللي هو الاجهزة والطبيعات. وعندك فوق خالص كلمة اسمها اللي هو الاجهزة والطبيعات. بيجي عليها سوقف الاختبار الدولي. خليه للطبعة مسلا هي الطبعة الافتراضية. ايا كان الاسم اللي هو قال لك عليه. هضغط يمين عليه وروح اقول له ايه? يعني تعيينك طبعة سراضية. يعني دي الطبعة اللي انا هطبع عليها. طيب انا اديت امر للطبعة. وعايز اعرف الاوامر اللي انا اديتها. مشانا هطبع. الطبعة مش عايز ستبع. طبع ما هنجى معي. انا عايز الغي الاوامر اللي انا اديتها للطبعة. هروح كليك يمين على اسم الطبعة اللي هو قال لك عليه. هوقول له ايه? يعني عرض ما اهتم طبعتي. اهو. فتحت معي بالشكل دي عشان خاطر انا اصلا. اهو. هتفتح معك. انا لو مدي امر للطبعة هتلاقي الاوامر موجودة عندك هنا. طب لو عايز الغي امر معين كليك يمين عليه واقول له ايه? cancel او الغاء الامر. cancel او الغاء الامر. عايز اضيف مسلا جهاز من فوق خالص اسمه add device. عايز اضيف طبعة add printer. عايز اعمل ازالة للجهاز دي عايز اعرف الاوامر اللي انا اديتها للطبعة. see computer. عندك الامر الرابع من هنا اسمه program او برامج. واروح اقول له program and freezer. هنا المرات لو عايز اعمل الغاء تثبيت لبرنامج معين احدد البرنامج اللي عايز اعمل له الغاء تثبيت واقول له install. واروح على control panel program. واحدد التطبيق اللي عايز له الغاء تثبيت واروح اقول له ايه? install او الغاء التثبيت. install او الغاء التثبيت. طيب. عندك بعد كده او الحسابات الشخصية. اولا انا لما اجي اعمل شاشة توقف. حلو? لما اجي اعمل شاشة توقف. فبيظهر لي اسم حساب معين. اسم الحساب ده او هتلاقيه هنا. اسمه انج محمد رمضان. عايز اغير الاسم دي. هروح على واروح على وقول له انا عايز اغير الاسم دي اسم الحساب. هقول له او تغيير اسم الحساب. واكتب الاسم اللي انا عايزه وقول له ايه? او تغيير الاسم. طيب. جيت قلت له بعد كده حاجة اسمها اول ما ادوس عليها. واقول له فتح ليك اعدادات اللي احنا شرحناها من شوية. طيب عندك حاجة بعد كده اسمها السعو المنطقة. وروح اقول له تاريخ الوقت. عايز اغير التاريخ الوقت هروح اقول له او تغيير التاريخ الوقت وروح اغير التاريخ الوقت زي ما انا عايز. طيب. ده اللي هو خلها بغير التاريخ والوقت. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها او المنطقة او اللغة الاساسية بتاعت الدهاز بتاعتك. اللغة الاساسية عندك انجليزي طيب في حد يقول لي مسلا انا لو شغل دلوقتي على اه اكسل او على اكسس وعايز اخلي العملة بتاعتي بالدين المصري والدين المصري من الزهرة. ليه? علشان هنا مش مخلي اللغة الرسمية بتاعتك او لغة التعامل بتاعتك عربي. علشان اضيف الدين المصري للبرامج بتاعتي اخلي من فرمات هنا اختار عربك. دور على اللغة العربية واختارها هيختارها لكن. طيب. عندك هنا حاجة اسمها الشورت ديت اللونج ديت. الشورت تايم. الشورت تايم نوجيت بص التحت بيظهر معك الساعة والدجيجة. اما الشورت. اما اللونج تايم بيظهر معك ساعة والدجيجة وسانية. الشورت ديت بيظهر معك التاريخ والارقام بس. اما اللونج ديت بيظهر معك اليوم والشهر وحتى تاريخ اليوم والسنة بتاعتك. اما الفرس تايم اول يوم في الاسبوعنا بالنسبة لي انا مخليه هنا الاحد. ممكن تخليه سطر دي اللي هو السبتة. طيب. نرجع تاني. عندك حاجة اسمها اللي هو تحسين امكانية الوصول. دي اللي هي برامج تحسين امكانية الوصول. البرامج دي هي صممك لزويا الاحتياجات الخاصة. اول حاجة دي اسمه مكبرات الشاشة. اللي هو والزوم. دي قارئ الشاشة اللي هو بيجرى لك الكلام الموجود على الشاشة. اما ده بيظهر لك لوحة المفاتيح على الشاشة. زي ما احنا ضفناها فين في دي بيميز الاسوات. تمييز الاسوات. طيب. انت لو معاك لوحة المفاتيح ناحية اليمين في لوحة المفاتيح هتلاقي فيه زي ارقام جنب بعض. مش من فوق لا الارقام اللي هي على يمين لوحة المفاتيح. اللي هي تحسون فوق بعض اللي هي واحد اتنين تلاتة وفوق الواحد اربعة وفوق الاربعة سبعة وكزا. التسع ارقام اللي موجودين على يمين لوحة المفاتيح. لو مش شغلين وعايز اشغلهم اشغلهم ازاي? في حاجة اسمها هنا ازيار تو يوز. هادوس عليها. واروح من هنا اروح اعلم علامة صح على كلمة اسمها تيرن اون ماوس كي. واقول له ابلاي. بعد كده اوكي. تعالوا كده نفتح. عندي اي حالة اهو. تعالي نكتب بيها مش عايز تكتب. ليه مش عايز تكتب لان انا معلم علامة صح على اروح عليها اروح هشيل علامة الصح من عليها اهو. اول ما تشيل علامة الصح وتروح على اهو تكتب هيكتب معك الارقام. فلو الارقام دي وقفة بشغلها من فين بشغلها من هنا. ده بالنسبة طيب لو عايز ادخل على الاعدادات هروح على قائمة واروح على علامة التروس او الاعدادات. اول حاجة في الاعدادات بيقول لك السيستم. السيستم هيظهر لك اعدادات الشاشة. اللي انا شرح لها من شوية. طيب الاجهزة. لو عايز اضيف جهاز بلوتوز. اضغط على كلمة بلوتوز. واقول له ايه? يعني اضافة جهاز بلوتوز. وهيبحث معك. طيب لو عايز اضيف طبعة من برينتر واروح اقول له يعني اضافة طبعة. طيب عندك بعد كده حاسمها الماوس. عندك حاسمها الماوس. وتروح على حاجة اسمها اعدادات اضافية للماوس. فتح معك اللي احنا شرحناها من شوية. اللي شرحناها من فين? جيبناها من فين? كليك يمين. والماوس كده الزرحي. دي. وليه اكان طريقة اكتر من طريقة. طيب الفون ده لو عايز اعمل ربط ما بين التلفون وما بين ايه? جهاز الكمبيوتر. بس لازم اكون متصل بالانترنت. هنا ان تورك انترنت بعرف ازا كنت انا متصل بشبكة ولا? هنا طالما ظهرت علامة الكرة الارضية واللاب بتاعك او الجهاز بتاعك وفي النص رمز الشبكة وكتيب لك اسمها. معناها ان انا متصل بالانترنت. لكن لو مش متصل هيقول ايه? او غير متصل. ده الواي فاي اللي عنده اهو. انا فاتح الواي فاي. وادي الشبكة المتصل بيها بيقول ايه? اللي هو متصل. ده اللي هو وضع له تزبط اللي هو نقطة اتصال الهواتف المحمولة. ده انا لو عندي فاتح بيانات الهاتف على التلفون. وعايز اوصل نت الحد تاني او التلفون تاني بفتح بيانات الهاتف. وبفتح بعد كده حيسمها نقطة اتصال الهواتف المحمولة. طيب. عندك بعد كده فتح ليك ايه? فتح ليك اللي احنا فتحناها من شوية من فتح ليك اللي هو الخلفية. اللي هو لون النظام. شاشة القفل. السمزات اللي عندك. الخطوط اللي عندك. اعدادات قائمة وادادات التسكبار. طيب الابس بيدخلك عالتطبيقات. لو عايز اعمل الغاء تسبيب تطبيق معين. احد التطبيق اللي عايز اعمل له الغاء تسبيب واقول له ايه? او الغاء التسبيب. طيب الاكاونت. اول ما اقول له اكاونت بيقول لك اليور انفو ده اللي هي الصورة بتاعت الحساب الشخص. لو عايز اغير الصورة بيقول لك. اللي هو تغيير الصورة. عايزها عن طريق الكاميرا لو عندك كاميرا على الجهاز ولا عن طريق صورة موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر. هقول له. فتح معك جهاز الكمبيوتر اختار الصورة اللي انت عايزها وقول له ايه? فهغير لك الصورة بتاعت ايه? اسم الحساب. طيب الايميل انت اكاونت. ده لو عايز اضيف حساب لجهاز الكمبيوتر. اهو انا اضيف مسلا كزا حساب على جهاز الكمبيوتر. من فين? من اد ان اكاونت. اهي. ده لو عايز اعمل ايه? كلمة مرور لجهاز الكمبيوتر. اعمل كلمة مرور ازاي? اهو. من باسورد اقول له او اضافة. واكتب من هنا كلمة المرور بتاعتي وهنا بعمل اعادة تأكيد كلمة المرور. من الباسورد هنا بعمل ايه? باسورد دي كلمة او مفتاح التعريف. يعني لو نسيت كلمة المرور. الكلمة دي تفكرني بكلمة المرور بعد كده اقول له. وبعمل باسورد ازاي? من سين او او اروح عند باسورد لقول له اد او اضافة. بين لو عايز اعمل نمط. لو عايز اعمل اه او اعمل الباسورد بتاعي كشكل صورة. بعمل فين الباسورد? من ومن باسورد هقول له اد او اضافة وروح ضيف الباسورد بتاعك زي ما انت عايز. طيب لو قلت له اللي هو الوقت ويه اللي هو? عايز اغير التاريخ والوقت. اولا دي مش متفاعة. اهو. ليه? عشان انا مخلي الوقت يتحدث سلقائي الواحدة اللي هو ست طايم اوتوماتيك. لكن لو خلت اقف. قلت له تشينج. روح بقى اغير التاريخ والوقت زي ما انت عايز. المنطقة اللي هو اللي هو البلد اللي انت منها. اما باللغة الرسمية بتاع الجهاز اي. احنا قلنا عليها من شوية. اما لو عايز اضيف لغة من فين? من واختار هقول له اضافة لغة. اضافة لغة. طيب. هنا اول ما تدوس عليها. عندك حاجة اسمها من القائمة لناحية اليسار. هنا بيغير معاك حجم ايه? حجم المؤشر بتاع الموس. اما بيغير معاك اللون بتاع المؤشر. وده اللي هو السمك بتاعه. السمك بتاع المؤشر. بده مختص. اهو. مؤشر بتاعي كبير شوية. اهو. بصوا كده المؤشر بيزغر. اللون بتاعه. وهكذا. طيب. عندك اللي هو الخصوصية اللي هو مختصة بعد ذات الكاميرا والموقع بتاعك. طيب مسلا لو عايز اعمل تحديس للجهاز بتاعي ادوس عليها. وقول له واندوز ابديت واختار من هنا تشيك فور ابديت يعني ايه? افحص للتحديسات. افحص معي التحديسات بس لازم اكون متصل بانترنت. دي الطريقة اللي بيحدس بيها جهاز بتاعي. عايز احزف اه مجلد معاين تلك يمين وقول له ايه? او حسر. عايز اعمل له اعادة تسمية او اعادة تسمية. عايز اخد مني النسخة قبل. عايز اه اجصة اشيله في مكان تاني اشيله من المكان دي وانجوله الملف في المكان تاني. طيب لو انا موجود جوا. وعايز احول الملف ده لملف مضغوط. كليك يمين وقول له ايه? يعني اضافة الى. ودي اسم الملف في الاخر امتداد الملف المضغوط اللي هو يعني ايه? دفهولي كملف مضغوط. طيب. عايز ابعت الملف ده على سطح المكتب وقول له ايه? دسكتوب او سطح المكتب. حد الملف اللي هو عايز وقول له او ارسال الى. واختار دسكتوب. لو عايز ابعته عن طريق فلاش هتلاقي اسم الفلاش اللي انت مدخلها ظهر من تحتك. عايز ابعته عن طريق البلوتوس اختار بلوتوس. لكن لو عندك ملف زي ده عايز تفكه كليك يمين وتقول له ايه او استخراج هنا اما تفتحه. وتسحب الملف اللي من جوه تسحبه لبرة. تسيبه برة ايه? كانك بتشيله الترميل في مكان تاني. طيب. حلق فالص لحد الوقت. لحد الوقت. في اي مشكلة مع الناس? ناخدنا في شرح اساسيات الكمبيوتر. شرحنا حوالي ست محاضرات. ست محاضرات في اساسيات الكمبيوتر. النهاردة عملنا مراجع او سريع على اساسيات الكمبيوتر. آآ اتمنى ان المراجعة النهاردة كانت بسيطة. حاولنا على قد ما نقدر نلم اللي احنا اخدناه في الست محاضرات النهاردة. كمراجع سريع اللي احنا اخدناه. آآ بكده احنا نكون خلصنا آآ جميع الموديولات الحمد لله يعني بالشرح بتاعها بالمراجعات كمان. آآ متبقي فقط بس حلول الاختبارات الدولية. يعني احنا معانا اساسيات الكمبيوتر. واساسيات الانترنت. اساسيات تكنولوجيا المعلومات. واساسيات تكنولوجيا المعلومات للمعلم. وآآ امن المعلومات المعلم. اللي هو الامن الرقمي. الامن السيبراني. والتعاون عبر الانترنت او المشاركة عبر الانترنت. والطباع وادخال البيانات الورد والباور بوينت والاكسل والاكسس والبريد الالكتروني. كل ده هنحلله ان شاء الله الاختبارات الدولية بتاعته بعد العيد. بإذن الله الاختبارات الدولية. يعني هتاخد معانا في حدود عشر تيام. ان هنحل كل برنامج اختباراته بالتفصيل ممل. كل برنامج حطينا عليه حوالي آآ آآ تمانين سؤال. تمانين سؤال دول لو كل واحد حل التمانين سؤال. ممكن يدخل الامتحان بدون ميزاكهم بدون يعمل اي حال. يعني. آآ تمانين سؤال دول يعتبر بيجي منهم بس ستة وتلاتين سؤال في الاختبار الدولي. يعني بعد ما تخلص حلول الاختبارات معايا ممكن بكل سهولة ان شاء الله تدخل سواء كان والآس او للعلم اللي عاز يدخل من دلوقتي يدخل يدخل ويتطمن كل اللي احنا شرحناه مش هيكون برا الاختبارات الدولية. بس هيكون اصلكم اللي هو الجزء النظري. لسه عن نظر اصل عن النظر اللي اشرحه في صيغة آآ يعني ان شاء الله بازن الله بعد العيد بعد ما نحل الاختبارات الدولية. آآ ممكن اول محاضرة واول محاضرتين قبل ما نبتدي في الحلول. مش راح النظر. نعمل شرح شامل على النظر في اول محاضرتين او اول تلات محاضرات. وبعد كده نحل الاختبارات الدولية بازن الله مع بعض. بحيث انتو تكون اخدتوا كل حاجة سواء كان بالايس دي ايل والايس دي ايل تيتشور او ايس سري. وتمنى الناس بعد آآ آآ قرص دية تطلع تكون مستفادة سواء كان بالثلاث شهادات دول. تبقى بس جاهز ان انت تدخل على الاختبارات الدولية على دول. نخليك يا رب هندسة كل عام انتم بخير بمناسبة العيد وعيد مجارك عليكم يا رب ان شاء الله. آآ ان شاء الله بازن الله هنلتقي آآ مع بعض بعد العيد. يعني اسجوع اللي جاي كله بالكامل اجازة. حاولنا على قد ما نقدر في رمضان ما نطولش على الناس او ما نضغطش على يوم. حتى بقينا كل جمعة. دينا بس في الاسبوع الاخير حاولنا نضغط شوية عشان نخلص المناجعات بالنسبة للناس. بازن الله هيكبر رجوعنا من بداية من اسبوع اللي بعد العيد. يعني اسبوع اللي جاي لقى الاسبوع اللي بعده. يعني يمكن يكبر اول محاضرة يوم السبت. السبت الجاي لقى اللي هو بعد بكرة لقى السبت اللي بعده. حيث الناس يكون راجعت كل الحيات اللي احنا اخدناها. يبقى بس متوقف على حلول الاسئلة. بالنسبة للمشاريع. والباوربوينت والاكسل والاكسس. علشان الناس تستلم الشهادات في الاخر لازم تكون مسلم الاربع مشاريع. ما يكونش مشروع فيهم ناقص. والحاجة التانية تكون دخلت الاختبار بتاع السيات الكمبيوتر اللي احنا عملناها. وتكون دخلت الاختبار بتاع السيات الانترنت كمان. لعشان تاخد الشهادة. آآ موجودة موجودة في القناة بتاع كل المحاضرات متسجلة صوت وصورة على قناة حد عند سؤال بخصوص. كل اللي اخدناها لحد دلوقتي. طيب آآ نكتفق كده النهاردة ان شاء الله ونلتقي بازن الله مع بعض آآ بازن الله بعد العيد. كل عمونتوا بخير بمناسبة العيد. آآ بازن الله يعني سانساعد عليكم.